أكد وزير الخارجية رئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتاد وأن قدرة العالم على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحك مشددا على ضرورة العمل وبشكل متكامل لتحقيق تحول عادل ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ وفي مقالة له نشرت على مدونة وزيرات الخارجية حول حجد تمويل لعمل المناخ الدولي قال شكري أن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة صفقة كبرى حيث توفقت الدول النامية على تقديم إسهمتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها على المستوى المحلي مع السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وشدد شكري على أنه رغم تصعد أسعار الغذاء والطاقة والتوترات الجيوسياسية فإن أزمة المناخ طاغية فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفع مستويات سطح البحر وتدهور الأراضي والتصحر والفيضانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي أهل العديد من مكاسب التنمية ترجمة نانسي قنقر